بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر ايت بارت تو كراك ويتز كونترول بنتكلم على موضوع الويتز بتاع الكراكينج وده شيء مهم جدا لان انا لم يبقى عندي كراك نارو غير ما يبقى عندي كراك وايد هنا الفتحة بتاعة الكراك كبيرة هنا الفتحة بتاعة الكراك صغيرة ايه مشكلة الكراك؟ الكراك ديت بتقلل الكبست بتاعة القطاع الحاجة التانية ممكن تسبب كوروشن لحديد التسليع زي ما احنا شايفين تعال نشوف الحالة الاورانية ديت في حالة الديريكت تنشن انا لو عندي سين سكشن في الحالة ديت الكراكس ممكن تبدأ من السكشن من تحت الى السكشن من اعلى في حالة السك كراكس لا الكراكس ممكن تبدأ من فوق او من تحت فروم توب او بوتوم يبقى ديت الكراكس اللي موجودة عندي وفي الحالة ديت بتبقى فليكتشور الكراكس هنا البندنج ويز او ويز او او اكسيال لود يعني ممكن القطاع يبقى عليه بندنج مومنت او مفيش بندنج مومنت ادي الكراكس اللي عندي ديت بيور فليكتشور واللاقي الكراك هنا عمودي على التنشن صايد هنا الكراكس برضو فليكتشور الكراكس ولكن الكراكس بيحصل لها عملية بروباجيشن وزا ما احنا شايفين هنا ممكن الكراك دوت يبدأ يوصل بعد كده لمنطقة الكمبريشن يوصل لمنطقة الكمبريشن او الشير الكراكس اللي هي بيلاقي فيه ميجر الكراك واللكراك ده بيبقى مايل بس بيبدأ ازاي بيبدأ نتيجة سبليتنج الكراك وبعد كده بيتكون الشير الكراك هنا ده الويب شير وده شكل الكراكس في حالة الويب شير طيب الكراكس اللي عندي ممكن تبقى نتيجة الطرشن او الشير زا ما احنا شايفين الممبر دوت عليه مومنت المومنت في التجاهين المختلفين فممكن يحصل عليه انكلايند كراك او يحصل بوند كراكس ان نتيجة ان البوند بيضعف بين الخرصانة وبين حديد التسليح يبدأ يحصل عندي مجموعة من الكراكس الكراكس بتبدأ اساسا من البوند وبعد كده بيحصل عندي الفليكشورال كراكس في الحالة ديت ديبند على حاجة مهمة جدا الكافر سواء كان الصيد او البوتوم او للسباسينج الموجود بين كل سيخ والتاني او في حالة الكونسنتريتد لود يبقى ده شكل الكراك في هذه الحالة نتكلم هنا على البار كراك ديفيلوبمنت الحالة الاولانية بيحصل بلاستيك سلامبينج كراك زا ما احنا شايفين ادي الكراك اهو بيبقى موجود فوق السيخ الحالة التانية يحصل ما بكراكينج او راندم كراكينج يعني عندي مجموعة من الكراكس ولكن الاتجاه بتاعها غير محدد الاتجاه راندم طيب لو حصل كوروجين عندي الكوروجين المشكلة انه هو بيزود الفليوم بتاع البار وبالتالي بيضغط على الخرصانة اللي حواليه وفي الحالة ديت بيحصل الكراكس بالشكل اللي احنا شايفينه او الحالة ديت ان انا عندي مجموعة كراكس بين الاسياخ ممكن يؤدي الى انفصال الجزء دوت اللي هو الكفر اللي هي الكفر كمبليتلي ديتاشت فروم زا سيكشن temperature crack development زا ما احنا شايفين هنا في ميجور كراكس المسافة بينهم كبيرة زا ما احنا بنقول large widely spaced cracks دي نتيجة الحرارة يبقى نتيجة التغير في درجة الحرارة بيحصل عندي ميجور كراكس وممكن تبقى اللي spacing بينهم بيبقى كبير طيب reasons for crack width control احنا عايزين نعمل control على الكراك ويتس لان الكراكس اولا ممكن تأثر على ال appearance في حالة لو انا عندي smooth surface السيرفز دوت الاقي عليه مجموعة من الكراكس فال appearance او المظهر بيبقى غير مرغوب او الليكيج في حالة retaining structure يحصل في الحالة ديت لو انا عندي كراك ممكن اللي اللي عندي يحصل لها عملية او الكوروجين ان الكراكس اللي عندي ممكن تسبب الكوروجين في حديد التسليح طيب الفاكسورز اللي عندي التانية اللي بتأثر على الكوروجين موضوع الكولورايتس الكولورايتس في الحالة ديت بيزود الكوروجين او اليوميديتي لو هي اعلى من 60% او درجة الحرارة المحيطة ديت في الحالة دي بتعمل ايه كل ما درجة الحرارة بتزيد كل ما الكيميكال راكشن بتاع الكوروجين بيزيد عملية الويتينج والدراينج سايكلز ديت بتخلي الكراكس او الكوروجين يحصل او الالكتركل كورانتس او كير انزابار الكلام دوت بيخلي الكوروجين المعدل بتاعه بيبقى سريع اشتركوا في القناة